إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو على البقاء في محور فيلاديلفي قد يدفع لفشل أي مفاوضات يعقدها الوسطى في توقيت حساس تسعى فيه واشنطن للإعلان عن صفقة جديدة لتقديمها إلى الأطراف في الأسبوع المقبلة قيل إنها ستكون نهائية كمسعى أخير منها للتوصل لهدنة في قطاع غزة قبل إعلان نهاية المفاوضات أو بالأحرى فشلها صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها إن بن يامين نتنياهو سيتمسك بمحور ناتساريم ومحور فيلاديلفي أيضا حتى النهاية رغبة منه في حماية موقعه السياسي من جهة واتلافه اليميني من جهة أخرى وسط مخاوف من انهياره لكن إسرار نتنياهو قد يفتح باب التوتر مع مصر أيضا والتي أدانت تصريحاته التي زعم خلالها أن حركة حماس تحصل على السلاح من القاهرة عبر محور فيلاديلفي ترجمة نانسي قنقر